سورة الفجر ثلاثون آياء مكية يقول فيها ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها في كتابه لا بد أن يكون فيها فوائد إما فائدة دنيوية مثل كونها دلاء الباهرة على التوحيد أو أسبابا للعبادات الشرعية وإما فائدة دنيوية توجب بعثا على الشكر أو كلا الفائدتين معا أما قوله تعالى والفجر فقد أقسم الله عز وجل بهذا الوقت الذي يخرج فيه الناس وينتشر فيه الحيوان والطير والوحوش في طرب الألزاق وذلك إذا كان المقصود هو وقت الفجر أو هذه الصلاة وهي مفتتح النهار وتجتمع لها ملائكة الليل والنهار كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا ووقت الفجر من حيث الوقت وقت مبارك وردت الأحاديث في تفضيل هذا الوقت وأنه وقت تنشر فيه البركة وتقسم فيه البركات بين العباد الصالحين الساعين في هذا الوقت ولقد دع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في هذا الوقت فقال اللهم بارك لأمتي في بكورها وأما عن الصلاة فلأنها صلاة ثقيلة على المنافقين لا يداوم عليها إلا المؤمن وأما قوله تعالى وليال عشر والليال العشر قيل هي العشر الأول من زي الحجة وقيل أنها العشر الأواخر من رمضان والترجيح على أنها العشر الأول من زي الحجة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من أيام العشر وأما قوله تعالى والشفع والوتر قيل أنه قسم بكل زوج وفرد على هذه الأرض وقيل هي الصلوات منها شفع ومنها وتر وإنما أقسم الله بها لأن الصلاة تالية للإيمان ولا يخف قدرها ومحلها من العبادات وقيل أن الشفع أيام عاد أو الوتر لياليهم لقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما إذن فالشفع والوتر تعددت فيه الأقوال فقيل هو كل زوج وفرد وقيل هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر وقيل غير ذلك وأما قوله تعالى والليل إذا يسر إذا يسر أي إذا مضى كما قال والليل إذا أدبر وقوله والليل إذا عسعس والليل إذا يسر أي إذا مضى وأدبر هل في ذلك قسم لذي حجر الحجر هو العقل وسمي حجرا لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي كما أن العقل سمي عقلا ونهية لأنه يعقل صاحبه ويوقفه عن الوقوع فيما لا ينبغي قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها والمعنى أن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبية فهو حقيق بأن يقسم بها لدلالتها على خلقه لها جل وعلا وهذه الآية تدل على أن القسم واقع برب هذه الأمور لأن هذه الآية دالة على أن هذا مبالغة في القسم والمبالغة في القسم لا تكون إلا بالله عز وجل وفعله لهذه الأشياء قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وجواب القسم هو قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وما بين الموضعين معترض بينهما أما قوله تعالى ألم ترى فترى بمعنى ألم تعلم وذلك لأن أخبار عاد وثمود وفرعون كانت منقولة بالتواثر عندهم آنذاك أما عاد وثمود فقد كان في بلاد العرب وأما فرعون فقد كانوا يسمعون أخباره من أهل الكتاب وبلاد فرعون أيضا متصلة ببلاد العرب والأخبار التي رويت عنهم رويت بالتواثر وخبر التواثر يفيد العلم الضروري لذلك قال ألم تعلم والعلم الضروري جار مجرى الرؤية في القوة والجلاء والبعد عن الشبهة فلذلك قال ألم ترى بمعنى ألم تعلم علم اليقين كأنك شاهدت هذا الأمر فصار بالنسبة لك كأنه عين اليقين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمى ذات العماد وهنا ذكر تعالى قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين وهي عاد وثمود وقوم فرعون على سبيل الإجمال حيث قال فصب عليهم ربك صوت عذاب ولم يبين كيفية ذلك العذاب وذكر في صورة الحقة بيان ما أبهم في هذه الصورة وأما عاد فهو عاد بن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح ثم إنهم جعلوا لفظة عاد اسما للقبيلة وقالوا للمتقدمين من هذه القبيلة عاد الأولى قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وقالوا للمتأخرين عاد الثانية أو عاد الأخيرة أو عاد الأخرى وأما إرم فهو عطف بيان لعاد وإذانا بأنهم عاد الأولى القديمة أو أنه المكان الذي كانوا يقيمون فيه فنصبوا إليه كأنهم نصبوا مرة إلى جدهم ونصبوا طارة إلى أرضهم والله أعلم أما قوله تعالى والكناية عائدة إلى العماد التي لم يخلق مثل تلك الأساطين في بلاد العربي ولا في بلاد العجب وعلى هذا فالعماد التي خلقها الله عز وجل في هذه البلاد هي جمع عمد والمقصود من هذه الحكاية زجر الكافر فإنه تعالى بيّن أنه أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل مع الذي اختصوا به من هذه الوجوه ثم في هذه الآية التفات لقريش كأنه عز وجل يقول لهم فلأن تكونوا خائفين من مثل ذلك أيها الكفار إذا أقمتم على كفركم مع ضعفكم كان أولى فأنتم أضعف من عاد وأضعف من ثمود وأضعف من فرعون ومع ذلك أهلكهم بتغيانهم فالأولى لكم أن ترتدعوا وأن تخافوا ثم قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد والجواب قطعك الشيء كما قال وتنحتون من الجبال بيوتا قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وقوله بالواد قال مقاتل بواد القرى أي أنهم جابوا هذا الصخر وقطعوه ونحتوه ونحتوا من الجبال بيوتا وصنعوا منه التماثيل وذكر الله عز وجل هذا الأمر لعظم فعلهم وقوتهم التي من الله بها عليهم أما قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد والاستقصاء في قصة فرعون مذكور في سورة صاد وأما قوله ذي الأوتاد فذلك لكثرة جنوده وكثرة عدادهم التي يضربون بها فجعلهم فرعون كأنهم أوتاد ملكه ومع ذلك أهلكهم الله جميعا ولذلك قال تعالى الذين طغوا في البلاد يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لأنه يليه ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم وهذا هو الأقرب ومعنى طغوا في البلاد أي عامل المعاصي وتجبروا على أنبياء الله والمؤمنين ولقد بين الله عز وجل صورة هذا الطغيان فقال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد هو الفساد ضد الصلاح فكما أن الصلاح يتناول جميع أقصام البر فالفساد يتناول جميع أقصام الإثم فمن عمل بغير أمر الله عز وجل وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد ثم قال تعالى أصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال إن عند الله أصوات كثيرة فأخذهم بصوت منها ثم قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا إعلم أن قوله تعالى فأما الإنسان متعلق بقوله إن ربك لب المرصاد كأنه قيل إنه تعالى لب المرصاد في الآخرة فلا يريد السعية إلا للآخرة فأما الإنسان فإن وجد الراحة في الدنيا يقول ربي أكرمني وإن لم يجد هذه الراحة يقول ربي أهانني ونظيره قوله تعالى في سفة الكفار يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه والمعنى قوله فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه بأن جعله على مقدار الحاجة الضرورية فاعلم يرعاك الله إن ربك لب المرصاد في الآخرة ولا يريد من الإنسان إلا أن يعمل للآخرة فأما إذا أعطاه الله في الدنيا الخير ابتلاء يقول ربي أكرمني كأنه يستحق هذا الإكرام ويستحق هذا الخير وإذا أعطاه الشر ابتلاء يقول ربي أهانني أيها الإنسان إن ربك لم يكن لك بالمرصاد في الدنيا إنما هو لك بالمرصاد في الآخرة وهو القائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة فاعلم يرعاك الله أن العمل إنما للآخرة وأن الثواب الحقيقي والجزاء الحقيقي والعقاب الحقيقي في الآخرة وأما ما يجري في الدنيا فإنما هو ابتلاءات وفضل ولا يأخذ أحدا شيئا عن استحقاق قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الشبهة فقال كلا وهو ردع للإنسان عن تلك المقالة والتي يقول فيها ربي أهانا أو ربي أكرما في الدنيا قال ابن عباس والمعنى لم أبتله بالغنى لكرامته علي ولم أبتله بالفقر لهوانه علي بل إن ذلك من محض القضاء والقدر والمشيئة والحكم الذي تنزه عن التعليل بالعليل ويقول المعتزل في هذه الآية إن السبب في الإكرام أو الإهانة فيما يبدو للإنسان هو لمصالح خفية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن كل ذلك محض القضاء والقدر والمشيئة والحكم الذي تنزه عن التعليل بالعليل الذي هو الله عز وجل فلا أحد يأخذ شيئا عن استحقاق ثم قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم وعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه أحدها ترك بره وإليه الإشارة بقوله ولا تحاضون على طعام المسكين والثاني دفعه عن حقه الثابت له في الميراث وأكل أمواله وإليه الإشارة بقوله تعالى وتأكلون الطراث أكلا لما والوجه الثالث هو أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله وتحبون المال حبا جما أي تأخذون أموال اليتامة وتضمونها إلى أموالكم وأما قوله تعالى وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ قال مقاتل وَلَا تُطْعِمُونَ مِسْكِينًا وَلَا تَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ كما قال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فهم لا يكتفون فقط بعدم إطعامه إنما ينهون عن إطعامه أما قوله تعالى وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا ومعنى التراث الميراث واللمم الجمع الشديد قال الزجاج كانوا يأكلون أموال اليتامة إصرافا وبضارا فقال الله وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا أي تلمونه جميعه ولا تتركون فيه شيئا وأما قوله تعالى وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا فاعلم أن الجم هو الكثير أيضا والمعنى وَيُحُبُّونَ الْمَالَ حُبًّا كَثِيرًا شَدِيدًا فبين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمر الآخرة وكان ينبغي لهم أن ينتبهوا إلى قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد وذلك لهم في الآخرة كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا اعلم أن قوله تعالى كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم أي لا ينبغي أن يكون الأمر هكذا في الحرص على الدنيا وقصر الهمة والجهات على تحصيلها والاتكال عليها فإن من كان هذا حاله يندم حين لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة من المال إلى الله تعالى ثم بيّن أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاث فإنه يحصل ذلك التمني وتحصل تلك الندامة أما الصفة الأولى في هذا اليوم فهو قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا ومعناه أنها استوت في الإنفراش فذهبت دورها وقصورها وسائل أبنيتها حتى تصير كالصخرة الملساء وأما الصفة الثانية لهذا اليوم فهي قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة وفي ذلك اليوم تظهر العظائم والجلائل الآيات فجعل مجيئها مجيئا له تفخيما لشأن تلك الآيات وأما قوله تعالى والملك صفا صفا فالمعنى أنه تتنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محضقين بالجن والإنس الصفة الثالثة لهذا اليوم قوله تعالى وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِدَهَنَّمْ ونظيره قوله تعالى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ فالمراد الظهور حتى رآها الخلق وعلم الكافر أن مصيره إليها حتمي ثم قال تعالى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يَتَذَكَّرُ أي يَتطَّعِذ والمعنى أنه ما كان يتطعز في الدنيا فيصير في الآخرة متطعزا فيقول يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ثم قال تعالى وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثم بيّن لنا جل وعلا ما يقوله الإنسان في هذا اليوم فقال يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي أي لحياتي هذه التي هي دائمة غير منقطعة وإنما قال لحياتي ولم يقل لهذه الحياة على معنى أن الحياة كأنها فقط هي تلك الحياة الأبدية الخالدة التي تكون في الآخرة قال تعالى وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيَوَانِ أي لهي الحياة الحقيقية بل لهي الحيوان الدائم والحياة الخالدة فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ والتقدير أنه لا يعذب مثل عذابه ولا يوثق في الشدة مثل وصوقه جل وعلا وذلك لأن الله عز وجل يوم القيامة هو الذي يتولى هذا العذاب وهو الذي يتولى هذا الوصوق فيومئذ الأمر أمره لا أمر لغيره ثم يقول تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اَرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً اعلم أنه تعالى لما وصف حال من اطمأن إلى الدنيا وصف حال من اطمأن إلى معرفة الله وعبوديته فقال يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ والتقدير أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت إلى الله وقال الله لها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والإطمأنان هو الاستقرار والثبات وفي كيفية هذا الاستقرار وجوه أحدها أن تكون متيقنة بالحق فلا يخاجلها شك وهذا حال القلب المطمئن والنفس المطمئنة وهو المراد من قوله وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وثانيها النفس الآمنة ويشهد لهذا التفسير قراءة أبي بن كعب رحمه الله إذ قال يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْآمنةُ الْمُطْمَئِنَّةُ وهذه الخاصة قد تحصل عند الموت عند سماع قوله تعالى أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةُ وتحصل أيضا عند البعث وعند دخول الجنة إذن النفس المطمئنة هي المطمئنة بالحق ومطمئنة للحق أو الآمنة عند الموت وعند الفزع والبعث فتلك هي النفس المطمئنة وهناك تأويل عقلي آخر في هذه الآية يقول الرازي فيه القرآن والبرهان تطابق على أن هذا الإطمئنان لا يحصل إلا بذكر الله أما القرآن فقوله تعالى أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ وأما البرهان فمن وجهين الأول أن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات فكلما وصل إلى سبب يكون هو ممكنا له في ذاته طلب العقل له سبب آخر فلم يقف العقل عنده بل لا يذال ينتقل من كل شيء إلى ما هو أعلى منه حتى ينتهي في ذلك الترقي إلى واجب الوجوب الواجد لكل شيء إلى الله عز وجل فاستقرت واطمأنت وأما الوجه الثاني أن حاجات العبد غير متناهية وكل ما سوى الله تعالى فهو متناهي البقاء والقوة إلا بإمداد الله تعالى له فإن الله هو صاحب الإمداد الأبدي للأشياء وبه جل وعلا بقاؤها وقوتها فإن العبد إذا تفكر في هذه الأشياء التي يحتاج إليها من يخلقها؟ من يعيدها؟ من يجعلها لهذا العبد؟ إذا استقر في ذهنه أنها لا بد لها من ممدد لها بالقوة والبقاء وعرف أن ذلك هو الله عز وجل أحبه وحب إكرامه وإعطاءه واشتاق إلى لقائه وأحب سماع كلامه فكان في هذا الشوق وهذه الرغبة دائما أبدا فيخاطب عند مفارقته الدنيا بأن يقال لهذه النفس ارجع إلى ربك راضية مرضية وهذا الكلام لا ينتفع به إلا من كان مشطاقا لله محبا للقاء الله وعلم أن الله تعالى ذكر مطلق النفس في القرآن فقال ونفس وما سواها وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوء فقال إن النفس لأمارة بالسوء وتارة بكونها لوامة فقال بالنفس لوامة وتارة بكونها مطمئنة كما في هذه الآياء وأعلم أن نفسك ذاتك وحقيقتك وهي التي تشير إليها بقولك أنا حين تخبر عن نفسك وتشير إليها بقولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت واشتهيت وتذكرت وتخيلت إلى غيرها إلا أن المشارة إليه بهذه الإشارة ليس هو البنيان والجسد إنما شيء آخر إنما هو المعنوي الجزء المعنوي فيك لأن هذا الجسد وهذا البنيان متبدل ومتغير أما أنا فهي غير متبدلة يقول الرازي رحمه الله فإني أعلم بالضرورة أني أنا الذي كنت موجودا قبل هذا اليوم بعشرين سنة ولكن هذا الجسد ليس هو الجسد الذي كان من عشرين سنة ولكن أنا ذاتي هي هي أعرف نفسي جيدا إذن فهناك فرق بين البنيا والجسد وبين النفس فإن النفس باقية تشير إليها بقولك أنا وفعلت ورأيت تشير إليها بالضمير أما الجسد فليس هو هو ثم يشير الرازي للتوسع في هذه المسألة إلى كتابه الذي سماه بلباب الإشارات وقال آخرون بل إن النفس جوهر جسماني لطيف صافي بعيد عن مشابهة الأجرام العنصرية نوراني سماوي مخالف بالمهية لهذه الأجسام السفلية فإذا صارت مشابكة لهذا البدن الكثيف صار البدن حيا وإذا فارقته صار البدن ميتا وعلى هذا يكون التقدير من قوله تعالى ارجعي وادخلي أي للنفس أي أنها تعرض على الله عز وجل فيرضى الله عنها ويأمرها بالرجوع إلى هذا البدن فيحيا من جديد ثم تذهب به إلى الجنة فتنعم به النعيم الأبدي أما قوله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي دنتي فالمعنى راضية بالثواب قيامة الكبرى لا جرى مقال وادخلي جنتي فذكره بالواوي لا بالفا دل ذلك عند الرازي على أن الروح ترضى وتسعد وذلك عند موت الإنسان ثم تعود في العباد عند قيام القيامة ليقوموا للحساب ثم يدخلوا بعد ذلك الجنة بأرواحهم وأجسادهم والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى أعلم